الصفات العامة للفقاريات الغدد الصماء ما هي الفقاريات؟ تضم الفقاريات خمس طوائف من الكائنات الحية هي الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثديات فالفقاريات هي تلك الكائنات التي يحتوي جسمها على عمود فقاري والذي يعد أحد مكونات الجهاز العظمي في الفقاريات والذي يوفر لها الحماية والدعم فالجمجمة على سبيل المثال تحمي الدماغ وفقارات العمود الفقري تحمي الحبل العصبي الشوكي والجهاز العظمي هو أحد الأجهزة المتخصصة التي تمتلكها الفقاريات فهي تمتلك أيضاً جهازاً يسمى جهاز الغدد الصماء هيا لنتعرف عليه جهاز الغدد الصماء الغدد الصماء هي أنسجة متخصصة لا قنوية تنتج الهرمونات فالهرمونات هي رسائل كيميائية تفرز في الدم مباشرة تستهدف أنسجة معينة بهدف زيادة سرعة أو تقليل سرعة عمليات حيوية معينة والغدد الصماء تشمل الغدد النخامية والغدد الصنوبرية والغدد الدرقية والغدد الجار درقية والغدد الكذرية والبنكرياس والمبيضين في الإناث والخصيتين في الذكور وتعتبر الغدد النخامية هي الغدد المتحكمة في نشاط جميع الغدد ويطلق عليها المايسترو وتقع عند قاع المخ وتتصل بمنطقة تحت المهاد أما الغدد الصنوبرية فتقع داخل المخ وتفرز هرمونا الميلاتونين المسؤول عن تنظيم نمط النوم والاستيقاظ أما الغدد الدرقية والجار درقية فيقعان أسفل البلعوم وهما مسؤولان عن تنظيم الأيض وترسيب الكالسيوم في العظام وانقباض العضلات أما الغدد الكذرية فهي زوج من الغدد تقع كل واحدة فوق إحدى الكليتين وهما المسؤولان عن الحفاظ على نسبة الجولوكوز في الدم أما البنكرياس فهو أحد ملحقات القناة الهضمية وهو المسؤول عن تنظيم مستوى السكر بالدم أما المبيضان فهما من أعضاء الجهاز التنسلي الأنثوي وهما غدتان مسؤولتان عن إنتاج الهرمونات الجنسية الأنثوية وأخيرا الخصيتان وهما غدتان تقعان خارج جسم الذكر خلف القضيب وهما مسؤولتان عن إفراز هرمون الذكورة كيف يعمل جهاز الغدد الصماء؟ يعمل جهاز الغدد الصماء بنظام التغذية الراجعة السلبية حيث تقوم الغدة بإفراز هرمون بسبب رسالة معينة وتتوقف بعدها عن إفراز هذا الهرمون بعد تلقيها رسالة بعدم الحاجة إليه